الإجراءات الوقائية التي تخذت في السفارة أولاً الإجراء لا يصل إلى مستوى غلاق السفارة وإنما إجراء تعبوي عسكري بكل المقاييس الولايات المتحدة أمنت غطاء جوياً بقدراتها الذاتية عبر منظومة السيرام لحماية السفارة والسفارة فيها قدرات قتالية عالية جداً بما فيها طائرات مقاتلة للحماية ولتشكيل قوس نار ضام جو بعدها تخذت قرار هذا القرار في المنطقة الخضراء أخرجت كل القوات الغير مرغوب بيها وأبقت قوة واحدة بقيادة ضابط من جهاز بكافحة الإرهاب معناها أمنت حزام ضامن بري وحزام ضامن جوي هذه نقرأها في التعبئة هي استحضارات معركة الناس تقاتل فمن الهدف الواهن هو فقط السفارة على اعتبار في العاصمة وممكن استهدافها بالنيران المباشرة أو غير المباشرة لذلك أمنتها في حزام ضامن بري وجوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة